معنا من تونس رئيس تحرير صحيفة الشروق سيد نجم الدين العكاري هلا بك سيد نجم الدين معي على سكاي نيوز عربية إذن سيد نجم الدين بقرار ربما لم يعني يؤسس له أو يكون بشكل تدريجي أنهيت مهام رئيسة الوزراء ويأتي سيد أحمد الحشاني رئيسا للوزراء جديد لتونس في ظرف دقيق أيضا لماذا أنهيت مهام رئيسة الوزراء وما الذي سيكون عليه موضوع التغيير في رئيس الوزراء الجديد باعتقادك أعتقد أن قرار تنحية سيدة نجلة بودن من رئاسة الحكومة لم يفاجأ كثيرا المراقبين في تونس باعتبار أن سيدة بودن كانت مطلبا من مطالب الأحزاب القريبة من قيس سعيد التي كانت تطالب بتنحيتها وبتغيير حكومي منذ فترة باعتبار أن هناك تفاوتا في اتخاذ القرارات من الرئيس الجمهورية قيس سعيد ومن تنفيذها وتفعيلها على أرض الواقع من رئيسة الحكومة وبقية فريقها العامل معها أيضا هناك اختلاف في توجهات خاصة فيما يخص الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي باعتبار أن الحكومة تسير قدما في القبول بشروط صندوق النقد الدولي التي تعتبر ثقيلة وخطيرة في الآن نفسها باعتبار أنها تذهب إلى رفع الدعم تدريجيا عن أغلب المواد الأساسية وهو مطلب يرفضه رئيس الجمهورية الذي رفض أيضا عديد الأمور الأخرى وخاصة في فترة سابقة الاتفاق المنظم مع الاتحاد الأوروبي إذ رفضه في الفترة الأولى قبل أن يتم تعديلها رئيس الجمهورية يدعو إلى تغيير في هذه الشروط حتى يتم ذلك السيدة نجلة بودن أيضا منسوب إليها تعطيل بعض القرارات الحاسمة وعدم الحزم في اتخاذ قرارات أخرى تهم الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي وخاصة في العلاق بالاتحاد العام التونسي للشغل في الفترة الأخيرة وتفاق معدة أزمات منها أزمة كما ذكرتم في تقريركم أزمة انقطاع المياه الشرب والكهرباء وفقدين بعض المواد الأساسية في السوق طيب ما الجديد الذي سيقدمه السيد أحمد الحشاني هو كان مدير العامل للموارد البشرية ولم يكن محافظة للمصرف المركزي أيضا أستاذ اقتصاد البعض يقول ليس لديه خبرة حقيقية في إدارة كل هذه الوزارات ما الذي سيقدمه ما الذي تتوقعه وكيف سيكون هذا الاختبار أعتقد أن السيد أحمد الحشاني شخصية غير معروفة في المشهد السياسي والإعلامي بصفة عامة في تونس حتى إشرافه على الموارد البشرية في البنك المركزي لفترة مغادرته لها سنة 2018 للتقاعد وتدريسه للعلوم القانون العام في الجامعة التونسية لفترة قصيرة وليست طويلة لا تؤهله نظريا لإدارة الحكومة والإشراف على ذلك قد تكون له خبرة في تسيير بعض المرافق لكن ليس هو رجل الاقتصاد باعتبار أنه خريج كلية الحقوق وليس كلية الاقتصاد أو بعض كليات التصرف أو غيرها صحيح أنه كان طالبا مشتهدا ومن أبرز الخرجين في مرحلته لكن لم يعرف له إدارة مشاكل أو ملفات اقتصادية كبرى سواء عند عمله في البنك المركزي أو في التدريس باعتبار درسة لفترة القانون العام ولم تكن له دراية بالملفات الاقتصادية خاصة أن الفترة القادمة ستكون أكبرها التحديات الاقتصادية سواء في علاقة بإصلاح ميزانية الدولة وتوفير سيولة وأموال من الخارج وميناء الداخل وأيضا إصلاح عديد المشاكل الاجتماعية التي تعيشها تونس منذ فترة ومنها كما أسلفت فقدان عديد المواد الأساسية وفي طليعتها الخبز ثم تردي عديد الخدمات في البلاد ومنها الانقطاع المتكرر في عديد المحافظات في المياه والكهرباء وهما جعل رئيس الجمهورية تدخل ويقيل الرئيس المدير العام لشركة المياه في فترة سابقة إضافة إلى تغييرات أخرى وإلى تصريحات كثيرة عبر عنها رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية وفيها لوم كبير للمشرفين على الحكومة في عديد الاختصاصات لا يبدو أن الرئيس الحكومة الجديد قادرا على إخراج البلاد من أزمتها مبدئيا لكن قد يجد نعم أشكرك على هذه الأفكار من تونس رئيس تحرير صحيفة شروق سيد نجم الدين العكاري شكرا جزيلا لك